عدنا والعود أحمد نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يفوتنا دائما أن نحيي عاليا ونرفع شارة النصر عالية لجميع الأحرار والحرائر الذين واكبون خلال مشوارنا النضال وساندونا ودعمونا ودعموا شيوخهم شيوخ التربية والتعليم التوضف بالسابع وبالثامن تقاعد التصاعدية من 2003 إلى ما تم 2011 اعترف بهم رسميا الوزير السابق بأن لهم الأولوية والأسبقية وبأن ملفهم من الأولويات وسيكون من الأولويات عند انطلاق الحوار القطاعي الآن قد انطلق الحوار القطاعي لإجتماعي بل تم مأسسته وعندما نقول مأسست الحوار القطاعي الاجتماعي فهذا يضمن بأن الملفات العالقة إن شاء الله سترى طريقها إلى التسوية ومن بينها ملف الجديد بالإضافة للعشر لفميتين لتقاعدهم من 2003 إلى ما تمي 2011 حتى يتم إنصافهم إنصافا يعيد لهم حقوقهم التي انتزعت منهم في واضحة النهار الجميع يعلم كيف تم الانتفاف حول هذه المظلومية كيفاش تم تهريب الملف كيفاش تم تبنيه من 2012 كيفاش تم يعني تشتيت الشمل دي هذا الملف وتصنيفه إلى مزاودين ومتقاعدين وتخلصوا من المزاودين كعادتهم على أساس أن الترقية من حق المزاويل النشيط الاكتف ومشي من حق المتقاعد لباسيف كما دلولي نحن في 2012 من تخلصوا من جميع المتقاعدين حوالي عشر آلاف وميتين لتقاعدوا إلى غاية 2011 نفس الشي قابوا به في 2019 و19 من جاهدك الحل وأقصى كل من تقاعدة قبل من واحد واحد 2016 لأنهم في بداية الأمر بنين نزلوا المرسون جوز 19-504 قاموا باحتساب الآن من المفعول المالي والإداري ابتداء من واحد واحد 2016 وما بعد وكانت فعلا ترقية للمتقاعدين بأطهر الرجعي ابتداء من واحد واحد 2016 وما بعد بعد ما كانوا الدخلوا بعد مؤترين وعودتني يعني خداو وربعات الأفواج دي المقصيين من بين 13 الفوز اللي كانوا قصوهم أصلا من مضامر المرسوم 2016-504 يعني من 2003 إلى 2015 واحتسبوا هذه الفئة كفئة دي المتقاعدين كانت ترقية استثنائية ورقاوا حوالي ربعات المتقاعد من 2012 إلى 2015 واحتسبوهم فئة أولى للمتقاعدين والفئة اللي كانت متقاعدة ومقبل على التقاعد وابتداء من 2016 وما بعد ردهم الفئة الثانية دي المزاونين يعني تتشوف كيفاش كانت واحد المهزلة دي التنزيل لحلحة دي الملف بهذاك المرسوم جوز 19-504 وقاموا بالالتفاف على الفئة دي المتقاعدين اللي تقاعدوا بالسلم التاسع وقدموا حوالي 4600 كنت نقول 4600 رقوهم هذوك مناصب مالية خذوهم وانتازعوهم وصرقوهم من أصحابهم من أصحاب الحق لي فعلا كانوا ضحايا الزنزان التاسع اللي تقاعدوا بالتاسع وتوظفوا بالسابع هو بالتامن لأن الشرط الأساسي باش تحتسب ضمن الفئة دي من يسمون أنفسا ضحايا النظامين لا بد أن تكون قد توظفت بالسلم السابع أو بالسلم التامن وتكون ضمن الإحصاء اللي تم من 1992 إلى غاية 1986 كعادتهم قاموا بالتحايل وأوهاموا السيد وزير بأن ضحايا الزنزان التاسعة هم هذا 4600 في حين أنها 4600 هم خريج السلم التاسع الفوجين دي 2012 2013 وكان من المفروض أنهم تخرجوا بالتاسع يكونوا في الملف دي الزنزان العاشرة لأنهم تخرجوا بالتاسع لفوج 1995 إلى 2005 لديهم ملف مستقل وكان في هذا المرسوم يكونوا ضحايا الزنزان التاسع الأصلي لبناء بعد كيلا عنده 42 سنة كيلا عنده 40 سنة 37 سنة 35 سنة دي العمل المتواصل ويتقاعدوا بالسلم التاسع ولا يتم إدراجه ضمن المرسوم 117 500 ويبدلوهم ويأخذوا مناصب مالية للعدد دي لها 4600 لتخرجوا بالسلم التاسع وعندوا بغير 6 سنين ويقومون بتسويته وضعيته الإدارية مرة واحدة خلال دفعتين وبدون إخضاعهم للقانون هذا بين تجاوزات اللي جاءت بها يعني جميع المشاركين في اللي جاء التقنية والموضوعات التي يعني جاءت بهذاك المرسوم 119 500 كما أضافوا كذلك 127 واحد دي اللي شارجي دكور اللي رقوهم كذلك ودخلوهم في ذاك المرسوم ومنحوهم سنوات اعتبارية باش يكملوا الشرط النظامي دير عشر سنوات ومنحوهم يوم قبل لأنهم كانوا مقصيين وما كانوا مستوفين الشرط النظامي ومنقيدين شجاو الترقي قبل ما يتقعدوا الشيء الذي يخول لهم التقييد هو الذي يخول لك الحق في الترقي وفي توفير مناصب مالية من أجل ترقيتك وقاموا بترقيتهم من 2006 إلى 2010 باتار رجعي وصووا لهم الوضعية دي في حين لكانوا ضحايا للحيف للاختلالات لجاء بها المرسون جوز 19.500 لكانوا خاصهم يترقاوا وكانت ترقية استثنائية وفي سابقات ترقية استثنائية وتبقوا فيها الكوطة ضحايا الحقيقيين أصليين اللي كانوا ضحايا الكوطة اللعينة اللي سرقوا منهم مناصب مالية لتقاعدوا من 2003 2004 2005 كانوا مقيدين مناصب ديالهم مطفرة مطفرة يعني من أجل ترقيتهم استثنائيا بترخيص استثنائي بالمادة 112 بالشرط 6 سنوات في السلام من 15 سنة أقدم عامة من أجل تعويضهم عن السنوات التي قرصنت من مسارهم المالي من أجل تعويضهم عن تأخير الذي طالهم من أجل الترقية من السلام الثاني السلام التاسع الذي أكثر من 14 سنة من أجل تعويضهم عن الحيف الذي شابهم عندما تم استثنائهم باشتهم يعني يتم تعيينه في السنة التاسع من 95 لأنهم بكل بساطة كانت عندهم باكالوريا توضفوا بالباكالوريا تخرجوا بالتامل واستثنوهم مني قابوا فقط بمراجعة الوضعية الإدارية للأفواج 93 على أساس أنهم توضفوا بالباكالوريا وتخرجوا بالتامل لمكاشر يفصلهم بين السلام الثامن والسلام التاسع سوى 6 شهور أو سنة ونصف بكل هذه التجاوزات يعني جابوا ترقية استثنائية من 2003 إلى في حدود أربع سنوات ورغم ذلك ورغم نشر أسمائهم ضمن لوائح السنوية للترق بالاختيار منذ أكثر من ثلاث سنوات قبل إحالة ما تقعد تطبقوا فيهم القوطة عنوة وتتقعدوا بسلم التاسع هذو هم اللي كانوا خاصهم يكون لهم أسبقية في الحل وفي التسوية عندما يعني قرروا حل هذا الملف اللي تسموه ضحايا النظامي أنهم تقضفوا بالسابع وبالتامن وكانوا مرقين قبل ما تقعدوا ولكن السيولة المالية اللي كانوا تتحجوا بها خلاتهم يطبقوا القوطة باش يفرملوا طرقية ديالهم ويتقعدوا بالتاسع إذن بكل بسط هذو اللي الآن بقين راجعين لاستافدوا من هذك المرسوم اللي هما اللي جابوا اللي هما اللي وافقوا عليه ديالجوز ساعتاش خبس بيوربا اللي تقعدوا من 2012 إلى 2015 رغم أنهم كانوا مقسيين وحينت الوضعية الإدارية ديالهم استافدوا من هذك المرسوم استافدوا أنهم حينت الوضعية الإدارية ديالهم بعد ما تم منحوهم سنوات اعتبارية استافدوا من سنوات اعتبارية إذن استافدوا من هذا المرسوم جوز 15 وحينت الوضعية الإدارية ديالهم ورقاوه حوالي 4000 اللي استوفروا الشرط النظام 10 سنوات ورقاوهم خارج الحصيص بدون كوطا ترقية استثنائية واللي ما تكملش الشرط النظام ديال 10 سنوات باش يتقيد في جداول ترقي هدوك ما ترقوش إذن هدو السبب ديال عدم ترقي هدوك الشرط النظام لتسريع الجامية ديال 10 سنوات الشرط النظام ديال 10 سنوات كاملة استفاء 10 سنوات كاملة باش تقيد في جداول الترقي اللي وضعه المرسوم ديال الجوج 4 403 يحدد شروط ترقي بالدرجة والإطار بالنسبة لموظفي الوظيفة العمومية بالصفة عامية إذن هما لم يعود لهم أي علاقة بالمرسوم جوج 19 500 الفئة الثانية من اللي تقعدوا بعد 2017 اللي ترقاوا إلى السلم 11 10 رغم أنهم كانوا غرق وولا ذاك الملف وما كان شوما الفئة اللي عندهم الأسباقية والأولوية في الإنصاف لأنهم رقين أكثر من 4 مرات لأنهم ترقاوا في 6 سنوات فقط من السلم 9 إلى السلم 10 وعود ثاني رقاوهم ب6 سنوات من 10 إلى 11 ورغم ذلك داروا لهم تاني لجنة وباقي الآن تقدمون نفسهم بأنهم ضحايا ضحايا النظامين 2023 وحاولوا دائما يركبون على هذا الملف إذن من هنا نستنتج وأوجه كلام رأسا إلى السيد شاكي بن موسى وإلى النقابات الأكثر تمتيلية وإلى الكاتب العام وإلى المدير الموارد البشرية الجميع يعلم جيدا من هو الفئة التي فعلا جد متضررة وتضررت من تنزيل المرسوم جوز 17504 وتضررت من الحيف ومن الاختلالات دير المرسوم جوز 17504 واللي طالها الإقساء والحيف دير المرسوم جوز 17504 وأقساءها من حقها في التسوية وفي الترقي وهم 10202 اللي تقاعدوا من 2003 إلى ما تم 2011 وجميع من تقاعد السلم التاسع من 2003 إلى 2019 لتوظفوا بالسابع وبالتامن والذين كانوا ضحايا الزنزانة التاسعة وضحايا الكوطة وضحايا المادة 112 والأفواج اللي تقاعدت من 2003 إلى 2005 2003 2004 2005 اللي كانوا خاصهم يترقاوا أن ترق استثنائيا لا تخضعوا للحصيص ولا تخضعوا للكوطة ورغب ذلك قاموا بالتعسف حقهم وصارقت مراصبهم المالية في واضحة النهار وتقاعد السلم التاسع هذين هذين هم الفئات اللي بقى ما استفدت وهما اللي خاص تكون عندهم الأسبقية في الحل عندما انطلقت يعني معالجة الملفات داخل الحوار الاجتماعي